كتلة أهل الهمة شباب يبني وطن ينهض السلام عليكم والله أعطيكم العافية يا رب اليوم إن شاء الله ستحكي عن الثاي اللي هي عضوات الموجودة في منطقة الفخ طبعا كمقدمة بسيطة راح نشوف تقريبا في عندي إشي بالجزء الأمام من الفخخ إشي من الجزء الخلفي من الفخخ راح يكون في عندي anterior compartment راح يكون في عندي posterior compartment راح يكون في بناتهم ميدل compartment راح يكونوا موجودين تقريبا يعني شغلات كثيرة حتكون سهلة عليكم إن شاء الله طبعا حيكون في الملخصات للعضلات زي ما حكيت لكم اللي حتتتراجع عليهم المسلز أول إشي الدكتورة مبلشة معكم في ligament بدها تحكي لكم عنه اللي هو الانجواني الليجامنت وهذا الليجامنت كثير مهم بيكون طالع من الليبيوبيك ورايح على الانتيرير سوبيرير إليك سباين الفنكشن تعته يعني هي توقع ما بعدها ذكرت لكم يا دكتورة بس هو يعني بساهم في الستابيليتي طبعا أكيد وبيسكل عندي الفيمورال تريانجل وهي الشغل يعني مش عارف إذا الدكتورة راح يكتلكم عنها أو لا لكن من باب الإحتياط اللهم صلى على سيدنا محمد فهذا الليجامنت كثير مهم طبعا الدكتورة يعني مريت لكم يا هيو من الانتيرير سوبيرير إليك سباين للبيوبيك رايح البيوبيك توبيركل وهذا هو الليجامنت زي ما أنتوا شيفين والدكتورة مغطيت لكم عليه في الثاي زي ما بتعرف في كل منطقة لازم يكون في عندي كوتيني وسينيريشن وهو أنا ما بعرف الدكتورة ممكن تجيب عليها السؤال بس أنا لو محلها ما بجيب لأنه شغلات مش أولويا هتجيب عليها أسئلة راح يكون في عندي زي ما حكتلكم في أكثر من أسبكت في الثاي فإذا منطقيا يكون في عندي أكثر من نيرف كوتيني وسنيرف رايح على هذه المنطقة أول نيرف راح يكون عندي لترال كوتيني وسنيرف رايح على لترال أسبكت راح يكون في عندي ميدرال أسبكت لازميني رايح على ميدرال أسبكت دقيقة يا خلينا نحط القرم راح يكون في عندي ميدرال أسبكت والترال أسبكت وبصتيرية أسبكت من يجلل الشغلات اللي ببناتهم رح يكون في عندي برانشات طالعين من نير زي الفيمرال برانش هذا اللي بيكون طالع من الجينيتو فيمرال موقع تقريبا في وسط الثاء يعني في المنتصف برضو رح يكون متعلق في الإنقواينل اللي قمت اللي حكينا عنه قبل شوي يابيكون قدامه يابيكون تحته يابيكون وراء ومن النيرف كمان اللي مشابه إليه الإليو إنقواينل نيرف وهذا من اسمه إليو يعني إليك إنقواينل اللي هو إنقواينل لجامنت بيكون جاي تحت الإنقواينل لجامنت وبرضو في جهة الميديال ثاي وفي عندي كمان الانترميديات كوتينيو اس نيرف وفثاي هذا بيكون في الانتيرير آسل لقد نصرف عندي أكثر من أسبكت هون في عندي في الانتيرير في الميديال في البستيريير في اللاتر الانترميديات وبيكون في الانتيرير آسبكت في عندي الابتريتور نيرف وهذا بيغذي موسلز في منطقة الثاي طبعا هنا أحطط لكم الدكتورة المناطق اللي بيغي بيها كل نيرف وإشمو مسؤول عن الكوتينيوس ديرماتومة اللي حكنا عنهم مرة قبل هيك فإنتك تعرف أن يمكن هاي المنطقة لتر الكوتينيوس أوفتاي من اسمه النيرف راح يكون لتر الكوتينيوس يجعل أنتيرير راح يكون مثلا في عندي في الانتيرير أسبكت زي ما حكنا في عندي انترميديات وهنا راح يكون في عندي دكتورة طبعا حطط لكم هاي الفومر النير يمكن مسؤول عن تغذية المسلز الموجودة هون بالإضافة للأبتيريتر نيرف وهي البستيرير الكوتينيوس نيرف مسؤول عن البستيرير أسبكت حكينا عن الميديا الكوتينيوس بس مش طالع هون إلى ديرماتومة فهاي الصورة يعني التوضحية تقريبا للإشي اللي حكنا قبل هيك زي ما حكي لكم راح يكون في عندي انتيرير كومبارتمنت وأنا حكيت يمكن ميدل كومبارتمنت وهي ميديا الكومبارتمنت عفوا gewelled y mús pelos a skills سوف أكون هناك فمر ثم ثم المsex ثم ديب السان بمجد البكتير لاizzy سوف تغذي العضلات طبعا انا قبل شوى طالع من الامتحان وايجاني السؤال على السايتك نيرف هذا قبل شوى ان لو كنت شارح السلايدي كان جوابته فاللهما صلى على سيدنا محمد فالسايتك نيرف نيرف كثير مهم بغذي العضلات اللي بتعمل ني فليكشن نبلش في الموسيلز هم عندي بالنسبة للانتيريار كومبارت متنبلش فيهم جهة جهة في الانتيريار كومبارت متنه يكون فيه اندي موسيلز خمس عضلات ومنها العضلات فيها عضلة كثير مهمة او كثير كبيرة يسمى الكوادريسي بسيرة طبعا هنا حطيت لكم انه يعني في اندي اشياء مشتركة هذا الاشي بسهل عليكم العفظ انه انا النيرف المسؤول عن الانتيرير كومبارتمنت نيرف سابلاي للانتيرير كومبارتمنت هو ايش الفيمورال نيرف معادة ما بيغذي عضلة السوس اللي بيغذيها نيرف ثاني فانا عندي اربع خمس عضلات في الانتيرير كومبارتمنت سارتوريس الياكس السوس بيكتينيس كوادريسيبس فومرس النيرف بيغذي السوس مختلف عن باقي العضلات تمام الاكشن تاعتها اكشن مشترك مدام جاية في الانتيرير كومبارتمنت رح تعمل طبعا هاي في عضلات عندي بتشتغل على تو جونتز في هذالل العضلات فعندي رح تعملوا في الجونت اللي هو الهب مروا عليه من فوق فراح يعملوا عليه ايش الفليكشن الني اللي هي الركب مرةوا عليها من فوق فراح يعملوا عندي يعني عندي الحغزه رح يعمله فريكشن وعني رح يعمله Hurling تمام العضلات اللي بتمر علي تو جوينتز في هذالل العضلات زي ما انتو شايفين فى اندي العضلات اللي بتمرا علي تو جوينتز في ناوي ن Rivera نلاupunن اتلكم ياها الدكتورة منيح السوس ميجر careful مش من العضلات بتشتغل على network هي الهب جوينت وهي المين فلكسر العضلات التي تشتغل على العضلات على العضلات تمر على الهب وبتنزل على الني مثل الكوادرسيبس والمين اكستنسر للنيجونت هنا تتوريكم الفيمرال نيرف هي مغطية على الأشياء هاي ممكن الدكتورة ترى الفيمرال نيرف جاي في الانتيريور كمبارد ممكن الدكتورة تجيب لكم صور زي هيك انا متذكر الدكتورة حنان الها على الشغلات هاي جابت لنا صورة وكانت مغطية ونفس الطريقة هاي بالضبط على نيرف او على اشي معين بس بيكون سهل يعني مواضح فانت اذا شفت الانتيريور كمباردمنت اعرف انه في مرى النيرف نبليش في العضلات عضلة عضلة اول عضلة هي العضلة هاي الطويلة وهي سما سارتوريس وهي بحكولها العضلة الخياطة يعني هي بتكون هيك شكلها غريب وجاي زي الخيط تمام فهو من وين طالع هاي العضلة الانتيريور سوبيرير اليك سباين ونازلة وين على الشافت وين تحديدا في الابر ميديال سيرفس فهي نازلة من هون الانتيريور سوبيرير اليك سباين لعند التيبيا على الشافت منطقيا زي ما حكتلكم راح تعمل هي جاية من فوق الهب راح تعمل عندي فليكشن وراح تعمل عندي اكستنشن في الني ومن ضمن الاكشن تبعتها اللي هي تعمل ابداكشن طيب يا جماعة اللي أعطيكم العافي أنا مش بعتذر الفصل هو بس هين بكملين ان شاء الله وصم عند العضلة السارتوريس تحديدا في الابر ميديال سيرفس وبينزل عند الابر ميديال سيرفس افتا شافت افتا تيبيا فزي ما بتشوفوا هون بشي مبين معكم بالصورة بتكون العضلة جاية من فوق ونازلة تقريبا لورا التيبيا فهي تقريبا الانسيرشن تاها جاية من ورا يعني راح تعمل عندي برضو في الني راح تعمل عندي فليكشن فإذا عندي أنا الاكشن تاع الانتيريور كمباركمنت بشكل عام أنا بحكي انهم بعمل فليكشن للهب بس هاي العضل السارتوريس بتكون جاي تقريبا من ورا للتيبيا فبدو تعمل عندي ومن ضمن الاكشن تبعتها اللي هي تعمل عندي ابداكشن ولاترال روتيشن للهب بالاضافة لانها تعمل بس اهم ايش تعرفو انها بتعمل لالهب فليكشن للني لانه جاي تقريبا من ورا بالنسبة للانسيرشن هاي هي العضلة الخياضة زي ما انتم شايفين من اطول العضلات في الجسم بتكون جاي تقريباً من وراء الأبر ميديا السيرفز أوف ذا تيبيا بتعمل عندي فليكشن عني بتعمل عندي فليكشن على الهب تمام وهاي برضو صورة ثاني لا السيرتوريوس مصل زي ما انتوا شايفين هيك نازلة اتوقع انه مرة دكتورة اسلام جابت لنا الصورة هاي كانت حاطت لنا كانت واضح هاي يعني عضلة السيرتوريوس فكانت حاطت لنا صورة عليها هاي من ضمن العملي كانت الليش بسموها العضلة الخياطة لانه تقريباً نفس زي ما انتوا شايفين بتعمل ابداكشن هون بتعمل فليكشن بتعمل ميدا الروتاشن في الني وكستانر الروتاشن او لترى الروتاشن في الهب العضلة الثانية اللي هي الياكس وهاي بتشتغل على وان جوينت طبعاً الارجن تاعها مدام فيها إيلياك فإذاً هتكون من الإيلياك جاية من وين من الإيلياك؟ من الإيلياك فوسة انا حكتلكم بس شرحت عن الإيلياك فوسة انه حكون فيه مصل طالع من هذيك المنطقة وهي الإيلياكس وانا عامل انسيرشن عامل انسيرشن عن لسر اتروكنتر لسر اتروكنتر على الفيمر النيرف سابلاي زي ما حكتلكم هو الفيمر النيرف والاكشن تاعت هاي العضلة لانه من الانتيرير كومبارتمنت لأنها بتشتغل على وان جوينت فأنا منطقي جداً أعرف أنها بتشتغل فليكشن على الهب لأنه جاية من فوق أو بالانتيرير سايت أو بتعمل فليكشن أو يعني بتنزل لترنك على الهب فهي إلها حركتين يا بترفع الهب للجهة اللي ترنك يا بتنزل لترنك على جهة الهب العضلة الثالثة اللي هي الساوس ماجر وهي المانفليكسر أوف ذا هب من وين الارجين تاعة؟ الارجين تاعة طالع من تي تولف لالفايف نحن عارفين التي هي برتبرة اللي هي ثرسك رقم 12 فقرة رقم 12 على اللمبر رقم 5 الفقرة رقم 5 في منطقة اللمبر عامل انسيرشن على الليسارتروكنتر والنيرف سابلاي إلها حكينا إنه مش زي الانتيرير كومبارتمنت اللي هي الفيمورال نيرف هذا جاي من بليكسس شبيف البريكة لبليكسس اسمه لنبر بليكسس فأنا عندي الأوريجين تاعة الساوس ماجر جاي من تي تولف لأ من الثرسك واللمبر راي على الليسارتروكنتر والنيرف سابلاي إلها لنبر بليكسس والأكشن تاعتها اللي هي إيش إفليكشن أوف ذهب وهي مين إفليكشن أوف ذهب وبرضو نفس الإشي يابت شيل الهب يترجعه لجهة الترنك أو لترنك بتقربه على جهة الهب البكتينيس هاي العضلة الصغيرة الدكتورة حطت لكم هون إيش عليها بس هي يعني مبينة من وين جاي الأوريجين تاعة؟ من السبير بكتينيس مدام بي بيوبيك سبيرير بيوبيك ريمس تمام؟ عامل إنسيرشن وين؟ على الأبر انت لينيا آسبر اللي حكينا عنهم بس شرحنا البونز والنيرف سبلايلة هاي العضلة نفس باقي المسلز اللي هوا الفيمورال نيرف والأكشن تاعتها فليكشن للهب بالإضافة إلى أدكشن لا إثايف أنا صار عندي يمكن يسأل يعني أش هي العضلة اللي بتعمل أدكشن بتساين في الأدكشن بالإضافة للفليكشن في هي البكتينيس العضلة المهم الكثير التي هي الكوادرس SPEAKUIمريس ويبتتكون عنددي من أربع رؤوس دعو ما نقسم بالأربع عضلات ركتاس لاترالس كميديالس ايرما استفقت انسوا الركتاسيف ليمرس شوي قال ه Leslieمريديالس راح تكون قليل أدكشنوا بجهة اللاترال الميديالس راح تكون قليل عن جهة الميد расс space البناتهم راح تكون العضلة اللي هي الأنترميدياس فأنا عندي الريكتاس فيمريس الحناكشنله تاعها اللي هي العضلة المميزة ستكون بناتهم anterior iliac inferior anterior inferior iliac spine مع ال ilium above acetabulum فهذا هو ال origin تعاليكتس في موريس رح يكون جاي تقريبا من عند ال acetabulum وال anterior inferior iliac spine رح ينزلوا وين يعملوا insertion على اللهم يصل على سيدنا محمد على البتلة الكوادرسبستندون يعني بيكون رايح في هذه المنطقة كل العضلات مشتركين في ال insertion فأنا عندي والفاستس ميدياليس والفاستس انترميديس والريكتس في موريس بروحوا على نفس المنطقة وبشتغلوا تقريبا نفس ال action fliction of the hip مع extension لني فأنا عندي العضلات زي ما حكيت لكم المهمة اللي بتعمل extension لني اللي هي الكوادرسبستفمرس بالنسبة للعضلات اللي بتعمل fliction للهب ليش حطي لكم هنا دكتورة انه هي اللي بتعمل الوحيدة fliction على الهب ليش لانه لما تيجي تتفرج عليها بالصورة هي جاية من تاعها بيكون مار على الهب جونت اما بالنسبة لباقي العضلات زي الفاستس ميدياليس والفاستس لتراليس بيكونوا نازلين شوي تحت عن الجونت عشان هيك ما بيعملوا fliction او ما بيشتغلوا ما بيمروا على الهب فما بيشتغلوا عليها راح ينزلوا وين هم هذول الفاستس عضلات الفاستس راح ينزلوا على الني وشتغلوا عليها extension والريكتس فيمرس هي الوحيدة اللي بتعمل fliction لانه جاية من وتنزل على نفس المنطقة اللي عمين عليها انسيرشن فاذا جاك سؤال ايش العضلة اللي بتعمل عندي fliction على الهب من الكوادرس فيمرس جوابها تمام اللي هو الفيمورال نيرف طبعا زي ما بيحت لكم الانسيرشن راح يكون اللي هو الكوادرس فيبستيندون على البتلة اللي هي الصابون اللي حكيان عنها او الركب اللي بتكون مبينة ولكل بعروفها والله مصرح يسعني عنها الاشي ما حكيناه هون طبعا هون الدكتورة نخبتلكم او ما بعرفش اذا بتبقدر عندي هون هاي شلتلكم اياها هاي الفاستس لترالس جاية عجهة اللترال هاي الريكتس فيمرس زي ما انتوا شايفين كثير كبيرة وعندي الفاستس ميديالس اللي هي هاي جاية عجهة الميديا الابناتهم راح يكون في عندي الانترميديالس لما تشيل الريكتس فيمرس بتكون تحتيها هاي لكوادرس فيبستيندون زي ما انتوا شايفين بيكون حوالين البتلة في المنطقة هاي بيكون عاملين انسيرشن اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ضل اشي ما حكينا هون طبعا الشغلات برضو اشيئلكم اياها لحتى تشوفوها اللي هي حاكي عنها الدكتورة الافاستس لترالس الانسيرشن او الوريجن هون الافاستس انترميدياس كيف بتكون نازل او خط خلينا نحكي هاي كله من كتاب سنيلي يعني الوريجن تاح كيف بيكون موجود كيف بيكون شكل العضلي او ايش المصاري اللي هي بتتخذ بالسلايدي هاي برضو نفس الاشي حاطت لكم الدكتورة ممكن درد تسأل عن هيك شغلات الدكتورة مش اشي يعني بعيد الريكتوس فيمرس في الانتيرير كومبارتمنت الكوادرس بستحديدا هاي الريكتوس فيمرس هي بيكون شكلها وهاي الفاستس ميديالس وهاي اللي هي الفاستس لترالس ورح يكون في عندي الانتر ميديالس هون برضو صورة ثانية للعضلات فاستس لترالس ريكتوس فيمرس فاستس ميديالس كوادرسيبس فيمرس تندون هاذا كثير مهم ويستعملو في الاني لما يجب ان يفحصوا العضل شغالة ولا لا هيك بيكون خلصنا الانتيرير كومبارتمنت بالنسبة للميديال كومبارتمنت عندي خمس عضلات والخمس عضلات سهلين ووظيفتهم تقريبا نفس الاشي متشابهة بعملوا الدكشن لانهم جايين في الميديال كومبارتمنت وهاي العضلة العضلات هم الدكتور لونغس من اسمها راح تكون طويلة بريفس اقصر ماغنس راح تكون كبيرة ابتوريتر اكستيرنس هسا نيجي نحكي عنها نيرف سبلاي لهذول العضلات هم ابتوريتر نيرف معادة نفس الاشي نفس نظام انتيرير كومبارتمنت حكينا انه الساوس ماجر اللي بيغفيها اللمبر بليكسس وهنا نفس الاشي النيرف سبلاي لالوبتوريتر ما راح يكون مشابه للميديال كومبارتمنت اللي هو الوبتوريتر نيرف اللي هي العضلة اللي ادكتور ماجمس راح يكون فيه نيرف ثاني بيغفيها الاكشن تبعتهم اللي هما الدكشن مع شوية بس بشكل اساسي الدكشن بالنسبة لعضلة اللي غراسيلس طبعا جماعة الخير باتتر عن انقطاع بالنسبة للي غراسيلس موسيل هي طالعة من انفيري ريبكريمس بعرفش اذا طلعت في التسجيل او لا عاملة انسيرشن على منطقة الاس جي اس والاس جي اس هي منطقة يعني هي السيرفس في ذا شابت في ذا تيبيا فلما تشوفوا اس جي اس اعرفوا انو احنا قدين بنحكي على التيبيا في السيرفس تاعة التيبيا اما بيكون ميديال على الابر بارت او على بارت ثاني من السيرفس للتيبيا فعند القراسيلس طالع من رايحة زي ما انتو شايفين هون هتكون نازلة على التيبيا النار سبلايلة لها هي الاكشن تاعتها بتعمل عندي الدكشن للهيب بالاضافة بتساهم في زي العضلة اللي حكيان التيبيا فبتعمل فليكشن لني وهاي العضلة نفس الاشي تخريبا بالنسبة للعضلة اللي بعديها لالدكتر لونغس طالع من ورايحة على اللينية اسبرة والنيرف سبلايلة هاي العضلة اللي هي نيرف زي ما انتو شايفين في الصورة اللي مفتع عليها دائرة هي هاي لالدكتر لونغس الاكشن تاعتها بتعمل بتعمل بتساهم في هي عضلة اقصر زي ما انتو شايفين من رايحة على اللينية اسبرة نفس 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 هو مشترك برضو مشترك مع تعمل مساعدة في بالنسبة لالدكتر ماغنس وهي العضلة هاي زي ما انتو شايفين لها من منطقتين من من اللي هي الدكتر بورشين بيحكو لها وال اسكيل تيوبريسيتي فهي لها يعني طالع منه هاي العضلة الانفيرير وال والاسكيل تيوبريسيتي وانا عامل الانسيرشن على البستيريير شايفت في زي ما انتو شايفين هون هاي الفيمر على البستيريير اسبكت من الشافت النيرف سابلايلة لها انا في عندي حكيت اردين واحد فيوبي كريموس queue الاددكتر بورشين بيحكو لها والثاني وهو الاسكيل تيوبريسيتي هامسترينج الهامسترينج بيحكو له هامسترينج بورشين ااا في عندي الابتوريتر راح يغذي الاددكتر بورشن والأددكتر بورشن والسايatic راح يغذي الهامسترينج بورشن أيش الاكشن راح تعمل عندي ت Ling состояниi وهو جزء هامسترينج بورشن راح يعمل عن vehement بالهيب وهو حضول الهامسترينج بورشن هناك العضلة هناك العضلات مم، وهؤلاء يعملوا عنией يعمل عن incorrectly 65 00 beth انا عندي الدكتور مايجنس تشتغل عندي الدكشن للهب وزي الهامسترنج مسلز بتعمل عندي اكستنشن لانه ليش لانه في الهتو ارجن واحد جاي من الانفيريوري بوبي كريمس واحد جاي من الاسكيال تيوبريسيتي واحد الدكتور بورشن بحكيلو والثاني هامسترنج الهامسترنج بورشن هذولا هم العضلات زي ما انتو شايفين هاي الدكتور مايجنس بورديكم كيف شغلها وكيف الاكشن تاعتها العضلة الاخيرة في المجموعة هاي اللي هي الاوبتريتر اكستيرنس زي ما انتو شايفين هيك بيكون شكلها من وين طالعا من الاوتر سيرفس اف ذا اوبتريتر ميمبراين بتوقع انو احنا حكيانا كثيرا عن الاوبتريتر ميمبراين وحكيانا عن الفرمن اللي بتكون هناك فبتطلع من هناك العضلة هاي الفايبرس تابعونها بيكونوا نازلين من الاوتر ميمبراين وبينزلوا وين عند قريتر اترو كنتر تحديدا عن ميديا سيرفس فانا عندي طالع من الاوبتريتر ميمبراين رايحة وين على الاوبتريتر ايش النيرف سبلايمن اسم العضلة اوبتريتر نيرف ايش الاكشن تاعتها مينلي لترال روتاشن لا الهب هاي هي الاوبتريتر ميمبراين وهي الاوبتريتر كنال زي ما انتو شايفين هاي الفتحة بيكون فاضية ما بيكون الميمبراين مسكرها بيكون بيمر فيها شغلات نيرفز الى البستيرير كومبارتمنت اللي انا حكيت عنهم قبل شوي الهامسترنج موسيلز اللي هما عندي بتكونوا من البايسبس فيموريس عشان يقدر بتكونوا تميزوا بين البايسبس بريكياليس وبايسبس فيموريس البايسبس بريكياليس بريكياليس من جهة يعني عالشولدر فيموريس بالنسبة للفيمورل لما تيجبتكمت يقولوا بايسبس حni دوا بين البايسبس بريكياليس او بايسبس فيموريس في عند تحقيم بايسبس من الفكاوة تبكينص لشكل العضل للجاي زي تندون هوان بيكون شكل العضل جاي زي ميمبراين فنسبة using are in them بالاضافة الى الهامسترنج البورشين اف اددكتر ماجنز اللي حكينا عنه بيشتغل اا إكستنشنito عن الهب لما حكينا عن اددكتر ماجنس قبل شوي النرف سبلاي اللي بيغذل هامسترينج مصل أو البوستيرير كومبارتمنت هو إيش؟ السياتيك نيرف تمام؟ اللهم صلع لسيدنا محمد حطيلكم هون إنه حطيلكم هون إنه تيبيال بورشن إكسبت دا شورت هيد أوف بايسبس باي كومون بيرونيال نيرف هذا عبارة عن نيرف اللي هو البرونيال نيرف هاي العضلات زي ما أنتو شايفين هاي البايسبس فيموريس بيكون إلها توهيدز في عندي لونج هيد وفي عندي شورت هيد هاي اللينية أسبرة بيكون جاي طبعا الشورت هيد حيكون طالع أورجين منها وطبعا حينزلوا على التيبيا عشان يشتغلوا على الني في عندي هون العضل كان سيميميمبرونوسز زي ما حكيت لكم بيكون شكلها زي الممبرين بنسبة إلى ممبرين يعني ندوها وهي التندونوسز بيكون زي التندون تاع المصل شكل هاي العضلة الأوريجن للبايسبس فيموريس حكيانا في عندي تو أوريجن من اسم العضلة باي وين ما تشوفوا باي يعني تو لونج هيد وشورت هيد اللونج هيد من الاسكيا لتيوبريسيتي والشورت هيد ع الصورة زي ما انتم شايفين من اللينية أسبرة هاي الاسكيم التيوبريسيتي أو اسكيم أو الاسكيا لتيوبريسيتي بيكون اللونج هيد عليها وين عاملها انسيرشن على الهيد اوف the fibula بنزلوا وين على الفيبيولا عشان يشتغلوا على الني هاي الفيبيولا بيكونوا عاملين عليها انسيرشن النيرف سبلاي في عندي تو هيدز ففي عندي تو نيرفز حكيانا قبل شوي انه بس حكيانا عن قدمت العضلات حكيانا انه اللي بيغذي كل هاي العضلات اللي هو السياتيك نيرف معادة الشورت هيد اوف دا باي سيبس في مرس اللي هو الكومون بيرونيول اوف سياتيك نيرف بالنسبة للاكشن صار بعض متوقع يعني انه اشي متوقع تعرف هسه شو الاكشن للباي سيبس بالاضافة شوي ثلاث روتاشن بس مين اللي بتعمل افليكشن لاني السيميتيندونوسيز والسيميمبرونوسيز شوف الارجن تاحه من الاسكلت يوبريسيتي ورايحين وين على الاس جي اس الاس جي اس حكيانا قبل شوي اللي هي منطقة موجودة في التيبيا السيرفس على الشافت سينا نحكي السيرفس اوف دا شافت اوف دا تيبيا النيرف سبلاي اللي راح يكون تيبيال اوف سياتيك نيرف نفس النيرف اللي بيغذي لونج هيد اوف دا باي سيبس اللي اكشن تاعتها راح تعمل عندي مين الاكستنشن على الهب ويتعمل برضو فهي هاي من العضلات اللي بتشتغل على توجويند بتشتغل على الهب وبتشتغل على الني بالنسبة للسيميمبرونوسيز نفس الارجن اسكلت يوبريسيتي انسيرشن راح تكون عاملة على الميديا الكندايل اوف دا تيبيا لازم اكون عارفة عن الميديا الكندايل احدد عليها العضلة والنيرف سبلاي هو نفسه تيبيا اوف بانقصين سياتيك نيرف بكفي الاكشن تاعتها راح تعمل عندي اكستنشن للهيب وفليكشن وشوية ميليا روتيشن طبعا هنا برضو نفس الاشي الدكتورة حطت لكم الدوائر هالي حتى تشوف اذنكم مثلا عارفين خلينا نشيلهم مع بعض هاي اول عضلة ايش بتتوقعوا انها تكون سياتيك نيرف اللي بيغذي البوستيلر كومبارتمنت وهاي عاملة على عضلة اللي هي الدكتور ماغنس اللي بتعمل عندي بتعمل عندي الهامسترنج بتعمل على الهب في عندي السيمة تندونوسس زي ما انتو شايفين عضلة بتكون زي التندون وعضلة بتكون زي الممبرين هيك بيكون شكلها وهاي هي البايسيبس في موريس في لها لونج هيد وشورت هيد وفي عندي هون برضو نيرف اللي هو الكومون بيرونيون نيرف اذا ملاحظين اللونج هيد ليش حكينا انه الشورت هيد بيغذي الكومون بيرونيون نيرف لانه جاي ديب فبيت يغذي الشورت هيد بيمر منها من هذيك المنطقة وهاي اخر عضلة اللي هي او هذا النيرف عفوا اللي هو التيبيال نيرف هيك بيكون ان شاء الله خلصنا هذا الجزء وان شاء الله هسا بنزل لكم الملخص طيال العضلات لحتى تدرسوا منه وتراجعوا عليه المسلز اعطيكم العافية رب ما تنسونا من دعواتكم